اشتركوا في القناة بالترجمة بجامعة الأديس يوسف. أستاذة محاضرة بالجامعة اللبنية كليت الحقوق العلوم السياسية الفرعة الثالث. وأستاذة لغات تحية بعدد من الجامعات بطرابلوس. خبيرة محلفة لدى المحاكم اللبناني. وعضب بجامعية لبنانية لتنشط المطالعة. ونشر ثقافة الحوار. أكثر حلوة ثقافة الحوار. حلوة كثير. لأنه في وقت يكون في اختلاف. فهو لا يجمع إلا الحوار. فدائما هو أجمل وأنبل الطرق لإيجاد المخارج لجميع المواضيع والمشاكل. كيف نقدر ننشر هذه الثقافة؟ ننشرها أولا عبر الإصغاء. نحن شعب مبيع في يسمعها. ننشرها عبر تقبل الآخر. وعبر اختلافه. وتقبل هالاختلاف. لن نخاف منه. حلو أنه في جامعية صارت هيك هدفة. هالموضوع هيدا. خلينا نحن اليوم ما رح نحكي كثير عن جامعية. رح نحكي أكتر عن كتابك. يلي اسمه حديث الكبرياء. يلي أصدر مؤخرا. بدي هيك يعلق أول شيء قبل أن نفتح الكتاب على الغلاف. هالغلاف يلي كثير بيوحي بأنه عربي. يمكن شوية من أجواء طرابلس كمان. ما بعرف. أو أنا يمكن لأن بعرف أنه حضرتك من طرابلس. حسيته شوية لابي مع هالمنطقة الراقية من لبنين. هو الحقيقة لتصميم الغلاف. أنا دائما حتى على وقع الكعب العالي من اعتمدنا الأرباسك. لأنه الكتاب بالعربي. والكتابة هي فن. وطبعا حتى الرسم هو فن. فحبت كمان يكون الفن عربي. ومنشان هيك اعتمدنا الأرباسك بالكتابين. ومنشان هيك كمان بداخل هالكتاب فيه هيك شوي كلام عن الوطن. كلام عن الحب العربي. كلام عن الدين. عن الكبرية. عن الكبرية. طبعا عن حديث الكبرية. يعني لي عم نحكي عن حديث الكبرية. هي موضة اليوم؟ لا. لأنه أول شي في لغة دائما بيكون بين الكبرية والغرور. هو في شعر كتير صغير بينه. أنا برأيي الكبرية هي موضع خاص. لأنه هي تواضع. بس بنفس الوقت هي منها ضعف. وهي كمان قوة. بس نفس الوقت منها غرور. فمشان هيك الكبرية هو من أجمل الصفات اللي بتمثل فيها أي شخص. لأنه بيكون نعم بيحافظ على قيمه. على مبادئه. وبنفس الوقت ما عم بيروح على ولا أكسترام. فمن هون كان إجا العنوان حديث الكبرية. وهو طبعا مجموعة من الخواطر. بعضها وطنية. البعض منها وطنية. والبعض الآخر طبعا خواطر لعلاقة بالحب. يعني بيشبه شوي الكتاب الأول. بيشبه كتير ومع شوي. بس طبعا هذا الكتاب ناضج أكتر بكتير من الكتاب الأول. ناضج يعني من ناحية الكتابة أو من ناحية الأفكار. يعني كيف بيحس الكاتب أنه هو كتاباته نضجت مع العمر أو مع الوقت؟. هو يتغير. نحن نتغير بشكل يومي. مش حقول بس بكل شهر أو كل أسبوع. بشكل يومي بننضج. وشو سيزا شخص بيشتغل على حاله. هذا الشيء طبعا ينطبق على الكتابات من جهة. وعلى الأفكار من جهة. وعلى الصور من جهة ثالثة كمان. فكله بيكمل بعضه للكتاب مثل ما هو يكون تغير ويكون تطلع من لفل لفل ثاني كمان. بس هذا الشيء ما يعني أنه الكتاب الأول كمان له تقلو. وكمان بعضه موجود. وكمان عنوانه روعة. على وقع الكعب العالي. يعني عم نحكي شوي عن قوة المرأة إذا مش غلطانة؟. أنا بحس هذا الشيء موجود بالكتابين. يعني إن كان على وقع الكعب العالي. وقتها منحكي الكعب. يعني عم نحكي أنه قداش هو كمان يعني هو ضع ضعيف. وقدي المرأة معقولة تلك يعني بمحاله. وقديش بتضال جامدة بمحال. وأنا كتير بلاقي الكعب العالي والكبريا. يعني قديش ملتزمين مع المرأة بمحاله. وقديه هني بمسلوة يعني. إن كان الكبريا أو الكعب العالي. يعني بتحكي عن المرأة. وكأنه هالمرأة لازم تكون مميزة. يكون عندها إنوستة. يكون بذات الوقت عندها كبريا. حتى ما تضعف. ما توقع. يعني بذات الوقت. لازم يكون عندها هالحدود. يلي بتخليها دايما تكون عندها هالرقي بشخصيتها. طبعا. خلينا نقرأ شوي. شو رأيك؟ وعدتيني أنه رح تقري لي مقطع أو رح أقرالك أكثر واحدة أنا بحبها. حنقراها. هي تحت عنوان قد توضقت ورسمت إشارة الصليب. هوني عم نمزج الدينين. سوا. خلانا. وقفت أمام أبواب قلبك كمن يقف أمام مسجدي. كيف أدخل أنا التي لا لبست خمارا أسودا ولا استترت بتلك العباءة. جئتك والشعر يتدلى فوق كتف عال تعرت تحت نجم المشرقي. جئتك كغجرية مجنونة في يديها غصن نخيل وغصن زيتون يتدلى من كرمتي. نثرتك بخورا وذهبا على نوافذ المعابد. أسترق النظر إلى الداخل. كيف أدخل وفي روحي ذنوب وأصرخ التوبة من واحد أحد. كيف أدخل وفي قلبي شهوة إلى أن نكون واحدا من دون أي أحد. وقفت أمام أبواب قلبك أهم في رحيل. كيف أدخل إلى بيتك ولا حفظت إنجيلي ولا قرأت قرآني. فتحت أبواب الهيكل وصرخ لي حبيبتي أنت قبلتي أنت صليبي أنت المقام وطوافاني. فاركعت لا أعرف أصوت حبيبي هذا أم صوت هذياني. حتى لامس كتفي وقال أيقونتي قد توضأت ورسمت إشارة الصليبي وسمعت صوت الآذاني. أدخلي إلى حرم بيتك. ففي هذا الدير المتواضع أنت المريم والمجدلية والزيت. وأنا كل الأدناس. كيف أدخلت عن كم فكرة مرأة براسة أسمعها النص الرائع؟ يعني بذات الوقت منحس بأنه هالمزيج بين الديانات اللي نحن عايشين في قد البيئة بتأثر هنا على هالأفكار. على هالتعايش فرح يعني. لكن أنا عندي إيمان أنه نحن ما كتير بحب هذه الشعارات تعايش. كأنه شيء عمضوعا. هذا مفروض يكون تحصيل حاصل. هذا تحوي أصلا عن جد تحصيل حاصل. وخصوصا بطرابلس. وأنا بنت ترابلس. بجبال أنا عم بفهمي كمية بالمية. فأنا عن جد أنه مع هذا التعايش. حتى عن جد نبيحة مثلا قريت أنه على الفيسبوك شيء كتير لفت لنظري. أنه التعايش مش أنه نحن نحمل القرآن ونحمل الصليب مع بعض. أنه هو وقتا نحن عن جد نقدر نوصل. إذا أنا عندي بنتي مسيحية تتزوج شخص مسلم. يكون هذا هو التعايش. يكون شيء بديهي. ما يكون شيء نقف عنده. مش بس شعارات. فهذا كله نحن عن جد مضغوطين. يعني ليس مضغوطين. مضغوطين إعلاميا. أنه دايما منشدد النقط على هالموضوع. بينما هو فعلا تحصيل حاصل. فعلا. أوقات نحن منكون صغار ما مننتبه على هالأمور. إلا بس نصير نشوفها. أو نسمعها من الكبار. أو من غير التربية اللي نحن تربينا عليها. أو هون بصير الشخص يفتح عيونه على الاختلافات. يعني لي ما مفروض تكون اختلافات. هلية. أنا لي ما بقول أنه الاختلاف مش خلاف أول شي. طينا الاختلاف هو من أغلى الكنوز. اللي نحن عنا إياها. لأنه عن جد. كيف يبني الفرد نفسه. وقتا بيكون عايش بمجتمع مختلف. وفي تنوى. بيختلف جدا عن الفرد اللي بيكون عايش بمجتمع من لون واحد. فعلا. مية بالمية صحيح. فرح خليني نضوي على ناحية تانية من شخصيتك. يلي هي الناحية يلي من خلال فرح السيدة. يلي بتحب تكون سيدة إنمائية. أو كمان تنخرط بالسياسة. أنا بعرف أنك أنت مرشحة على انتخابات البلدية. وفي مشروع جديد كمان أكبر عندي كل يوم. هلأ نحن بصراحة عملنا حضر إذا ألارة الاستحققات النيابية صارت قريبة. ونحن بدنا أن أكيد واجباتنا نكون مرشحين. واجباتنا ونقدر مش بس نغير أسامة زعمة. نحن بدنا نغير شعب. نقدر نساعد ويتطور ويعيش مثل عيشة كريمة. فطبعا نحن على أتم الجهوزية. وإذا ألا أراد الاستحققات صارت قريبة. يعني رح تترشح على النياب. إذا ألا أراد. يعني نحن من شجعك كلنا. أنا مع أنت شجعك. وفي قوة بأن تكون سيدات مثل حضرتك موجودين. عم يمثلون. عم يمثلون كل سيدة في لبنان كمان. شو الأهداف لكين؟ يعني بشوف من خلال كتاباتك. من خلال كمان نظرتك. وهالأفاق السياسية والإنمائية اللي عندك إياها. يعني شو الأهداف اللي بديك توصلي لفرحين؟ شو الأهداف اللي بدي أوصل لها؟ الأهداف أنه نحن عن جد. أنا عندي إيمان أنه وقتنا نغير مجتمع. ما فينا نغير الطبقة المتعلمة والطبقة المرتاحة بهذا المجتمع. نحن نقدر نرفع مجتمع. بدنا نرفع الطبقات اللي فعلا هي طبقات تعباني. وعندها فقر وعندها اللي تعلم وعندها كل هالمشاكل. نحن تقريبا شهدت العصور أن الزعمة جربوا قد ما فيهم يحافظوا على يزيدوا الوضع السوق. تحت تلك يكونوا مسيطرين ببعض المواضيع. نحن نجرب أن هذا الشعب نقدر نتطوره. لأنه كلنا حقنا نكون ناس متطورين. وكلنا حقنا نكون متساويين كمان بهدف يعني طبعا. يعني شو القضية اللي رح تحمليها إذا وصلت إلى البرلمان. هناك كثير قضايا رح نحملها. بكثير نعمل حلقة عن البرنامج الانتخابي. ومنحكي بالتفصيل الممل عن هذا الموضوع إن شاء الله. هل المرأة هي بأهداف تطوير وتمكين المرأة؟ طبعا. حتى منجب أن نفوت بقصص الكوتة النسائية. اللي أنا شوية ضدها. بس أنا بلاقيها ضرورية بمحلة. هل نسرع مسار الأمور بكثير محلة. نشجع أكتر. طبعا لأنه برأي أنا المرأة اللبنانية عن جد إن كان بمستوى التعليم. إن كان بمستوى الدورة الاجتماعية. قدرتها على الابتكار وقدرتها على خلق الأفكار. فعلا يعني موجودة وقوة على الساحة. أنا بذكر إنه هالكتاب والكتاب القديم موجودين بالأسواء. بدأت منالي كل التوفيق. ونحن ناطرين نشوفك قريبا نيبي بالبرلمة. أهلا وسهلا فيك فرح. إبراهيم عيسى. شكرا لك. بقى في سريعة ومنتابع مع فقرة ستارس. خليكم معنا.